اشتركوا في القناة وهم اموت على شيء يعتبروا بذعة اذا لم يبلغ الى حد العقيدة فيهم والتوصل المشروع التوصل بأجباء الله والطفاد ولله الاسمى والحسنى بدعوه بها التوصل بالحي الصالح كما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لذلكم الرجل الذي جاء الى النبي الامان قل يا محمد اني اتوزل بك الى ربي فان في حي قادر على ان يدعو له التوصل بالامان الصالحة كما في قصة اصحاب الغاب